عسر و مرحبا بكم الناس لكم في قناة ريوزع عشان يكون لديهم عرديو جديد باش نحكيه على مباراة بورسيا منشكلة باخ و بورسيا دوتموند للمقابلة انتهت بانتسار بورسيا منشكلة باخ نتيجة 4-2 وبالتالي بورسيا منشكلة باخ يسعد الى الماكز الرابع فى الدول الألمانى و بورسيا دوتموند ينزل الى الماكز الخامس و بورسيا دوتموند يتلقى ثانى هزيمة له فى الدول الألمانى عارفة بعد بيان لفرقوز انفجار الفاتح فى الدول الألمانى اليوم اتجاه هزيمة اخرى بصراحة يزمن حل المرارية للسفلة لبورسيا دوتموند و المشاكل المتاحة منذ اقالة المدار بورسيا فاور بالرغم ان كانت مشاكل اقبل اقالة لبورسيا فاور ولكن زادة بعد اقالته متغيث باش الوضع نلاحظه و مازال دوتموند تخسر في المقابلات و خاصة المقابلات السعبة كما اليوم من بورسيا منشكلة باخ وبورسيا منشكلة باخ بعد من انتصر على بيان لفرقوز في الجوائد القيارة المارية الثلاثة اثنين اليوم انتصر على بورسيا دوتموند المجيشة اربعة اثنين بصراحة ندي بورسيا منشكلة باخ يعدي فى ايدي ممتازة فى الدول الألمانى و بداية يسعد المستمرة تدريجيا بعد معانا نشوف فى بداية المنصر مرية ولكن توا استقرها قبل فى المركز وبعد اتتسار بيان لفرقوز دوتموند اللي بصراحة يعطيه فى شحنة معنوية ممتازة انك تم تنصر على فريقين بحجم ذاك ونذكر ان بورسيا مشكلة باخ باش يوجد ايدي ماشيستر سيتي فى ثم النهائى دورة ابتال اوروبا دعو خليني نحكيو عماتش هذية ترتيكين لجمعنى بورسيا مشكلة باخ بورسيا دوتموند مقابل اي كانت ممتع اليوم اول حاجة كنك ارمات فى الشيان تياه متى شابوني للشيان وزين فيديو خليكم تنصر مع التفاصيل نبدو بالتشكيل اعتمد على الفريقين و بورسيا مشكلة باخ اليوم اعتمد على تشكيل الاربع عثنين كما تحضر بيه التشكيل من لاحظوش باستغييرات في تشكيل بورسيا مشكلة باخ نفس التشكيل اللي بدى بيه الموضر بروز الموسمي راية معنى بورسيا مشكلة باخ مثل معنى بورسيا دوتموند اعتمد على تشكيل الاربع عثنين تلتهاي واحد سوفوا هلانت كقلب هجوم على سار اللعب سانشو على يمين اللعب برانت و سارع لعب اللعب ماركو رويس نحكيه عن المقادرية و نحكيه عن تكتيكات على المدربين المقادرية بصراحة تلعبت على الأطور المقادرية كانت ممتع جدا من ناحية تكتيكات الفنية و من ناحية الفرس في بلايه المقادر بورسيا مشكلة باخ يسجل هدف ولا يكن يلغي الحكم في 44 ثانية فقط معنا تطريجيا بتعلاني بورسيا مشكلة باخ و كان هو أفضل في المقادر لبورسيا مشكلة باخ اعتمد على الضغط العالي في خلال بريات المقادرية هنا فيما تحوي التكتيكات خلال الشرط الأول عن المدرب روز و اللي هو خلال زكريا قلب دفاع ثلاث بجانب اللاعبين الفادي و جينتر معنا اعتمد عليك قلب دفاع ثلاث كاللي بيرو معنا من الاخر نقول و احنا اعتمد عليه بنات تزوز قلوب دفاع كيه و خلال تشكيل بطريقة الرية و خلال اللاعبه في مال ولا المهجمين معنا اعتمد اكثر على تشكيل الـ 5-2-1-2 التشكيل اعتمد عليه اكثر مدرب بورسيا مشكلة باخ خلال بيليات الشرط الأول معنا يخلي الحضرية اكثر اللاينرو بالسبعين يشتلعه معه جوز زكريا قلب دفاع ثلاث هذي تشكيل اعتمد عليه معناه خلال الشرط الأول بيليات الشرط الأول نحكيه عشين تقلوله و هناك سرق ندي بورسيا مشكلة باخ كان افضل من جميع النواحي للذكفي الضغط العالي في السلطرة في كل شئ عند دفاع مشكلة باخلي Torah بيليات الشرط الأول و ن LAU Dr Spurs othersيأل ما نشره اي مشكلة gördeme何 هي قبول اهداف على نجل hela اليوم هدف الأول جاعت ر effective الهداف الثاني جاعت ر Until dr ler another OR معللا اكثر بالسيطrence مستatan هذه مشكلة كبيرة целين ان incredible و يزيارها تحيلك الأول حبل انحاء انه يوجد قادمة technologies الكتابانات وتصديق الت بل المشكلة عشن قادمة قريرة ثابتة واليوم تزيد تتباين أنه برسل دولتموند قابل ثلاثة اهداف عدد ريب كورا الثابتة هذه هي حاجة غير مقبولة بسراحة اليوم في فريق مثل برسل دولتموند أنه يقبل ثلاثة اهداف عدد ريب كورا الثابتة وتخلون توم إذا كان يقابل إشبيلية وإشبيلية يلعب على العرضيات والتوزيعات تصوشهم شيء إذا كان يلعب مع إشبيلية وإشبيلية من أكثر الفلاق إذ تصغير كورا الثابتة وإذا كان يقبل برسل دولتموند في ثم نهاية دارة أولوبا معاين نشي وقال ثم نهاية دارة أولوبا اليوم ركزوا على المقررية والتحليل التالي وظيفة لي برسل مشكلة باخت فوق وتسجهها في الأول ولكن بعد جيت الفعل من دولتموند في دقيقة 20 ربما في دقيقة 20 بداية دولتموند هو الأفضل وبداية يتخذ في المقارلة من دولتموند رائع بداية المقارلة تماما وبعد يتخذ فيها بشوية شوية وجيتها في الأول عن طريق اللعب هالان بعد عمل مؤتيزة جدا من اللعب سانشو اليوم ريتول لها مركزية الوارحة من هنا من سانشو واللاعب براند في التحرك يتعوها اليوم الربماية رئيس مليتوهوش برشا في التحرك يتعوه ومليتوهوش رئيس يعب في دولتموند برشا رئيس الدولتمونتوهو تنسر عن أنه يأخذ الكرة على جهة اليوسرى ويحاول يعب شوية مع زماليه ولكن الدول الكبير اليوم في هيرين مقارن كيلا اللاعبين سانشو وبراند اللاعب سانشو اللي كانت عنده الأمر كزية اليوم في التحرك يوص الميدان يأخذ الكرة يتحرك يوص الميدان مع أنتظاء اللاعب هالاند للسعود واليوم السهل اللاعب سانشو بزوز أسيس أسيس هدف الأول أسيس هدف الثاني يزماني برسة دولتموند معناها هدفين يجاوا بأسيس سانشو وتسجد هدفين يزماني لعب هالاند هالاند تهديف نتاعه مستمر معناها حتى دولتموند حالته سيئة ولكن اللاعب هالاند يستمر في التشجيل اليوم الثنائية لللاعب هالاند أي من في مرة بورسة موشق الباكة ان كان من احتباع المقادرين نادي بورسة موشق الباكة اليوم تمسك شوية بالدفاع بعد هدف الأول بتاعه وهذا كانت سهلة أكثر من نادي دولتموند وهنا الاعتمار على ثلاثة قلوب دفاع كانت فكرة سيئة مودار بروز الاعتمار على ثلاثة قلوب دفاع مساعده الجملة بما أن الأمور كانت بسراحة مسايمة في وصل الميدان خاصة دعوذ عن حرية سانشو وخاصاً مع التقدم لعب بيلينغ هام اليوم يأثم منه quirky في قطع كarthy والسجاع كرياله shovel نقل المزيدase في أدف عشرين أجل المال فنزع الهدفين في ظرف خمسة دقائق فقط بين الهدفين الزوز هنا تفهموا الخطأ التكتيكي اللي يقع فيه مدرب لبوس المشكلة الباخ وهو الاعتفادة لثقلوب دفاع هذك عشم هنا بعد بقبل هدفين حول زكريا رسميا على الجهة اليومية رجع زكريا للبوست متاعه الأصلي تفتح كي على الورق تحول على الجهة اليمين للمساندة أكثر ومعنى على عاود اللاعب هوفمان للمساندة دفاعية معنى هنا تفهموا الخطأ التكتيكي اللي يقع فيه مدرب لبوس المشكلة الباخ بعد تحويل اذي ربما دوتمون قالت الخطوط الهجومية بعد ملعب تشكيل 4-2 يديه مشكلة الباخ هنا تفلس في شوية مدرب لبوس المشكلة الباخ سينقله ببداية الشرط الأول وخلى نادي مشكلة الباخ ممتاز دفاعيا ولكن بعد ذلك دفاع بتاع بوس المشكلة الباخ يتحسن شيئا فرشيا ونادي دوتمون هنا تبقى عنده مشكلة كبيرة بسراحة خلال الكرة الثابتة كرة الثابتة وخطأ لحاس بوركي وهدف الثاني لبوس المشكلة الباخ تفهم من المشكلة الكبيرة العيشان لدي دوتمون في كرة الثابتة ثاني كرة الثابتة تقبل الدول وبجد كرة الثابتة الثالثة في رقنية في الشرط الثاني يجب مدرب تلزيتش يخدم مع الحكاية هذه ما نعرفوش يركبش يوقع مدرب تلزيتش أم لا حتى دور الأبطال ولكن كما أخبركم عن الشبيلية قاتل جدا في كرة الثابتة والكرات العرضية ولكن دوتمون بيخربش على الجرسية هذه ولكن ستصبح كثيرا نتكلم عن دوتمون كان أنظر خلال نهاية الشرط الأول ولكن المشكلة الباخر خرج متعارفين الثانيين في الشرط الأول بفضل الكرة الثابتة ودوتمون بيفضل اللعب هالاندو والسانشو والثانيين بتاعهم اللعنة بالكداخلية في الشرط الأول الشرط الثاني بدأ بهدف الثالثة اللعب رامي بسبعيني بعد عمل جيد جدا اللعب هوفمان والذي يريد معها اللعب بوزاعجة اليومنى وخال المساعات الرامي بالسبعيني يعني تفهموا العمل التكتيكي الممتاز اللي قام به اللعب هوفمان في اللقطة بصراحة معناها بمشكلة الباخر بديه شوية مستحور على الكرة وعمل ممتاز جدا من اللعب هوفمان هوفمان اليومنى نجم نقوله هو النجم من النجوم المقابلة فاللقاء هذي اللي يعمل كل شيء بصراحة فاللقاء هذي في خلال الشرط أو خلال الشرطين خاصة وسيعم في هدف ثير بصفة كبيرة هدف ثير ممتاز جدا من اللعب الرامي بالسبعيني وبعد نجم دوتمود هو يستحول أكثر على الكرة بعد تنفيذها نجم بمشكلة بها خير لتجاه الدفاع هذي التغييرات بعد مدار بروز ظهر انه يحب يستغل أكثر مطلعات بسرعة ثورام باللعب بولو تغييرات بتاعه جاترية وحب يستغل السرعة أكثر لدي دوتمود خرج اللعب بروز مثلا لما قدمش الربائه اليوم خير لتجاه المقابلة وربما اديش شوية في الشرط الأول عاد شوية لمسات على الجهة اليسرى خاصة تحول على الجهة اليسرى ولكن ما كانش ممتاز جدا خلال المقابلة في المنسك ندي مشكلة باخ بالدفاع ولكن بدوتمود ملقاش حلول اما الدفاع المنظم بتاع ندي بولصة مشكلة باخ اليوم بصراحة دفاع تتطور بصفة كبيرة خير الشرط الثاني ودوتمود ملقاش حلول الحلول جميل منعدمة حتى اللاعبين يتعبوا شوية بدنيا سانش وبرانت وكل ما يقدموش معنى هكذا في الايداة يقدموها في الشرط الأول هذي كعش معنى ندي دوتمود ضعف شوية في خلال الشرطاني حتى اللاعبين هرام نوتران ما عادش يقدم نفس الايداة والمضوط يقدموها في الشرط الأول هذي كل خلال ندي بوصة مشكلة باخ يلطيع اكثر مع الضرب المتداد ووجيها لفة الرابعة عن طريق الوكرين مع هذي كنية الكرة الثابتة وكل التعاوض المسكرية في ندي بوصة دوتمود فالأخير معنى ندي بوصة مشكلة باخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة